بعد مؤتمر روما 1 الذي عقد في العام 2014 يعود لبنان مجددا إلى روما مدعما بالخطة الخمسية التي أعدها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حيث يترأس وفده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي يضم أيضا لزراء الدفاع والداخلية والمال والخارجية وقادت الأجهزة الأمنية للمشاركة في مؤتمر روما 2 والذي سيحضره وزير خارجية إيطاليا أنجلينو ألفانو والأمن العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وقرابة أربعين دولة غربية وعربية ومنظمة دولية جميعها تجمع على دعم أمن واستقرار لبنان وزارة الخارجية الإيطالية تضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات للمؤتمر الذي سيطغى عليه الجانبين السياسي والأمني إضافة إلى مساهمات الدول المشاركة والالتزامات المطلوبة السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وقبيل مغادرته إلى إيطاليا تحدث للمستقبل عن أهمية هذا المؤتمر وما ستقوم به الدول لدعم لبنان سعدة السفير المؤتمر هو الثاني لدعم لبنان في إيطاليا هل تعتقدون أن التحضيرات الجارية هي تحضيرات جيدة وما هي أهمية هذا المؤتمر برأيكم المنزلات المنزلات المنزلية إلى هذه المؤتمر ستضربني في الجميع المرائلات المترجمية ستبع بالفعل تشاهد الإيطالي كلمن عن المترجمات دقائية والسفرق بالقباط إلى المنزلية والمغادرة والطاق سعيدة ومتبعًا بالتعودة على المترجمات جهة وليس اوها الظهر في العرب هذه لا تأثر من الوحر المدرجة هي دوري المحر كما أنه Why is the political support to the vision of the government and these institutions But the presence in Rome will be first of all a support to the effort of Lebanon and two institutions that are performed in security matters The conference is important, also for Italy The one that we are going to host أولاً، أننا نقوم بمساعدة لبناناً لأننا نعتقد أن لبناناً مجموعة في هذه المنطقة ونحن نريد أن نعمل مع لبناناً في هذه الأمور السفير الإيطالي أشار إلى أن بعض الدول التي تنوي تقديم مساعداتها للبنان ستراقب مدى التزام الحكومة اللبنانية ببعض المسائل السياسية والعسكرية لسيما منها مسألة النائب النفس وبسط سلطة مؤسسات الدولة على كافة الأراضي اللبنانية هذا هو مهمة أهمية في المنطقة كل المنطقة التي تتعلمون في المنطقة سوف يتعلمون بسبب هذه المنطقة من المنطقة المنطقة اللبنانية تتعلمون على المساعدة والساعدة في المنطقة برأيكم هل ستستجيب الدول المشاركة في المؤتمر للطلبات اللبنانية؟ نحن ستستجيب الدول المجتمع الدولي الداعمة للبنان في المنطقة نحن نرى في روم ما سيكون المنطقة للتعامل ومثلاتهم الكثير من المنطقة سوف يتعلمون بعد المنطقة عندما سيكون لديهم أفضل 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 المنطقة تظاهرة المجتمع الدولي الداعمة للبنان في روما والتي ستنسحب على مؤتمرين باريس وبروكسيل ستشكل مضلة دولية جديدة من شأنها حماية لبنان في ظل التحديات المحيطة به والاستحقاقات التي يحضر لها وأهمها الانتخابات النيابية المقبلة ترجمة نانسي قنقر